لكن بالختام ولو بدقيقتين أسيس طيب أنا اللي بشاهد شو ممكن أستفيد كيف أنتفع من كلمة الله إيه البركة اللي أنا ممكن أخذها من خلال إيماني بكلمة الله بالكتاب المقدس أنا عايز أقول عدة أمور سريعة اقرأ كلمة الله لأنه مكتوب فتح كلامك ينير يعطل الجهاز تأمل في هذه الكلمة يقول المرنم في سفر المزامير يقول نموس الرب كامل يرد نفسه شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حتى ما خد وقت مع كلمة ربنا في كل يوم الرب يسوع كان بيصرف مع الآب وقت عشان كده عايز أقولك اقرأ كلمة الله بانتظام اقرأها بتعبد تأمل في الكلمة اسأل نفسك ايه اللي موجود ايه اللي مكتوب ادرس الكلمة احفظ الكلمة طبق الكلمة اقرأ تأمل ادرس احفظ طبق الكلمة لا تكونوا سامعين ناسين خادعين نفوسكم بل سامعين عاملين بالكلمة يقول لنا كتاب كان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل النشاط فاحصين يعني بيدرسوا فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا انا حابب اقول لكلمة الله تستطيع ان تغير حياتك ان امنت بهذه الكلمة وطلقت من الرب يسوى ان يفعل هذا فيك قسيس رضا يعني ما في كلمات عبر انا عارف انه الطريق تختصر لسبب يعني الوقت ازف ولكن صلاة انه الرب يباركك ويبارك خدمتك ويبارك حياتك واسرتك وفعلا تكون صوت وبوق للحق ونور ومشعل اللي بتنير وتضيء كل من حولك وانا بشكر رب من اجلك ومن اجل خدمتك ومن اجل تأثيرك على اجيال اجيال مع انه بعدك شاب صغير شكرا كتير كتير قسيس وربنا يباركك شكرا جزيلا شكرا جزيلا تعرفوا احبائي يعني في رؤية يحنى طوبة للذين يقرؤون ويسمع ويحفظ كلمة الرب لكن عاوز اقول شيء مهم جدا رسول بولوس في كلمته او في رسالته لكنيسة كولوس الاسحاح الثالث قال لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح لكن عاوز اقول شيء تاني انه كان المسيح حريص انه يشرح من الكتاب المقدس الكامل اللي هو التوراة توراة نفيئيم اكتفيم يعني التوراة اصفار موسى الخمسة ونفيئيم اي الانبياء والنبوات اكتفيم الكتابات سواء الاصفار الشعرية والاصفار الاخرى كان بيشرح ولكن مش بس كان بيشرح مكتوب يعني فتح عينيهم وبعدين للتلاميذ فتح عينين تلميزة عمواس وبعدين لما ظهر للتلاميذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب يمكن انت امام كتاب كبير وعم تسأل طيب كيف ممكن ادرس واحفظ واتأمل واطبق الكتاب المقدس صليها اقول لي يا رب المسني بكلمتك افتح عيني اكشف عن عيني حتى ارع جائب من شريعتك افتح ذهني مستنيرة عيون اذهانكم عيون الروحية افتحها حتى افهم كلمتك واطبقها على حياتي مولودين بكلمة الحق بصلي انو كلمة الرب تلمسك اليوم والرب يباركك اشتركوا في القناة